اشتركوا في القناة كشفت مصادر الدبوماسية السبت كواليس الجولة الجديدة من الانفاوضات اليمنية السعودية المرتقبة وفادت المصادر بان اللقاء المرتقب على مستوى اللجنة الخاصة بمعالجة الملفات الاقتصادية يتمحور حول اربع ملفات على رأسها المرتبات واستئناف تصدير النفط اضافة الى توحيد العملة والبنك المركزي فتوقعت المصادر تحقيق تقدم في الجولة المرتقبة هذا الاسبوع في العاصمة العمانية مسكد وتأتي المفاوضات المرتقبة ضمن اجراءات خفض التصعيد الذي تم التوصل اليه مؤخرا بين صنعاء والرياض ويتضمن اربع نقاط اساسية ابرزها الغاء اجراءات البنك المركزي في عدن التصعيدية ضد بنوك صنعاء وكذا استئناف تشغيل مدار صنعاء الى وجهات جديدة ناهيك عن عقد مفاوضات لمناقشة بقية القضايا الادارية والفنية الخاصة بشركة دايران اليمنية والاقتصادية والانسانية وكانت حكومة عدن ابدأ في بيانها الاخير الذي اعقب اعلان اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي رغبتها باتفاق حول استئناف زادرات النفض والذي تربضه صنعاء لصرف مرتبات الموظفين وتعاني حكومة عدن منذ قرار صنعاء وكف عمليات تصدير النفض لصالح لوب الفساد الموالي للتحالف اشكركم على حزن متابعة والاسقاء لا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة